أكيداً على حق السيادة السورية والقانون الدولي بأن الجيش العربي السوري يمتلك الحق القانوني التام والقدرة على التصدي لأي اعتداءات خارجية موسكو تعيد الموقف من جديد على لسان نائب رئيس مجلس الدومة لشؤون الدفاع يوريش فتكين الذي أعلن أن الدفاع الجوية السورية بإمكاني التصدي بمفرده لأي تهديد وزيادة على ذلك فأن روسيا مستعدة للرد بشكل فوري في حال استهداف مواقعها العسكرية في سوريا الإجراءات الأمنية في سوريا التي تم اتخاذها بعد الاعتداء الأمريكي على قاعدة جوية للجيش العربي السوري وبحسب ما بيّن شفتكين هي كافية الآن في كل الحالات وبذلك فأن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمثاله أن يدركوا عواقب أي اعتداء جديد ولن يبقى هنا مكان للكلام بل للأفعال الواقعية خط أحمر غير قابل للتجاوز ينطبق أيضا على الدول الغربية والإقليمية الداعمة للإرهاب مسألة حساسة يجب النظر إليها بوضوح وعدم تخطيها خلال الاجتماع الذي يعقد على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع رد الفعل الروسي على الاعتداء الأمريكي في سوريا جاء استكمالا مع المنهج الذي اتخذته موسكو منذ بدء الأزمة في سوريا الحرب على الإرهاب وإيجاد حل سياسي هما الركزة الأساس للجهود الروسية بعيدا عن أي خطوات مضللة أو معرقلة خدمة للإرهابيين الدعم السوري كلمة السر الروسية في المشاورات الدولية لبحث الأزمة والمنتظر اليوم في لقاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع المسؤولين في موسكو والذي بات من المؤكد أن الرئيس بوتن ليس بينهم اشتركوا في القناة